يواصل المجلس التأسيسي في تونس مناقشة فصول الدستور الجديد بعد أن توافق الفرقاء السياسيون على البنود الأولى منها رغم الاختلافات في الأثناء قصف الجيش التونسي مناطق قريبة من الحدود مع الجزائر على خلفية الاشتباه بتحصن مسلحين بها صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس على أكثر من ثلاثين فصلا في الدستور الجديد بعد أن خيم التكفير السياسي بظلاله على مداولات المجلس أمس أثر اتهام نائب عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة نائبا من الكتلة الديمقراطية بمعادات الدين الإسلامي وذلك على خلفية مطالبته بمناقشة الفصل الأول من الدستور وهو ما دعا إلى التوافق بين الكتل النيابية على تمرير الفصل السادس من الدستور المتعلق في الجزء منه بتجريب التكفير والتحريض على العنف في غضون ذلك قصفت قوات من الجيش التونسي مخابئة للمسلحين المتشددين قرب الحدود مع الجزائر في إطار حملتها ضد عناصر تنظيم أنصار الشريعة الذي أعلنته الحكومة جماعة الإرهابية العام الماضي وحملته مسؤولية تغتيال اثنين من زعماء المعارضة العلمانية وأعلن المتحدث باسم الجيش أن القوات التونسية فتحت نيران المدفعية الثقيلة بعد أن رصدت تحركات مشبوهة في منطقة جبل الشعامبي ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح وقصف الجيش التونسي مرارا هذه المنطقة الجبلية التي حاول المسلحون من القاعدة وأنصار الشريعة المتحالفة معها إقامة مركز لهم هناك وتنامت المخاوف من أعمال عنف المتشددين مع اقتراب مرحلة الانتقال الديمقراطي من انهاء خطواتها الأخيرة بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أسقطت النظام السابق واعتقلت قوات الأمن في تونس الأسبوع الماضي سبعة مشتبها بهم ومتهمين بالإعداد لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية